الهدم والتنكيل بالموروث أسهل من بناء يأكل عمر السنين ويبني التاريخ وهذا إنجاز بالمعنى والتطبيق تمكن منه مسيحي نينوى ببناء مدرسة حضانة ومنشآت أخرى تمهد للعلم والعيش الذي خربه داعش قبل سنوات زيارة البابا فرانسيس مهدت الطريق الذي يفتح الأمل لمسيحي العراق بولادة حياة جديدة خالية من صوت الرصاص لكن مهمة أخرى يريدها الفاتيكان ليكون دعم العائلات المسيحية على رأس الأولويات للزيارة التاريخية استكملت مهمة الزيارة وفحواها قبل أن يصل البابا فرانسيس إلى أرض العراق فالتبرع السخي الذي بلغ 240 ألف دولار استخدما لمشاريع إعادة البناء كتلك السيارة التي كانت تبرعا مباشرا من بابا الفاتيكان تبرع يرسم الفرح في عيون سبعين طفلا سيدرسون في مدرسة حضانة السوريان الكاثوليك وكذلك تجهيز غرفة متعددة الأغراض لكنيسة كاثوليكية في نينوى رسائل يتمنى العراقيون في تفاصيل حياتهم التي تتأخر فيها الوعود والعهود